عايزين برضو نعرف حضراتكم على شوية تفاصيل تخص بقى محكمتنا المتألقات عايزين نعرفكم ان استقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين طاقم تحكيم مصري نسائي لإدارة مباراة منتخباي كينيا ضد بوتسوانا في إياب تصفيات أمم إفريقيا 20-24 للسيدات والمقرر لها يوم 29 من نوفمبر أسندت اللجنة إدارة المباراة للمحكمة المصرية شهندة المغربي على أن يعاونها حكم راية أول يارة عاطف وحكم راية تاني مي حسن والحكم الرابع نورة سمير حامد لو هنتكلم عن شهندة تحديدا فهي الحقيقة يعني شاركت في إدارة مجموعة كبيرة من مباريات الرجال وعندها تاريخ حافل ومميز مع كرة القدم وهي نفسها مرسة اللعبة كلاعبة وانتقلت إلى عالم التحكيم مع بدايات موسم 2014-2015 وبعدها بسنة واحدة فقط تم الاعتراف بها رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديدا في موسم 2016-2017 فبرضو أكيد حاجة مشرفة جدا